اشتركوا في القناة التعلم اللغات وحلينا التمارين اليوم اللي اريد منك عزيز الطالب دفترك وكتابك وكتاب النشاط ايضا امامك حتى نبلش بصفحة ثمانية وهو الدرس الثاني ورح نتكلم عن changes التغييرات who likes to change من يحب التغيير ويحب التغييرات طبعا الدرس هو مكمل ورح نحل التمارين ايضا صفحة ثمانية هذا الجمل يريدها انطابقها ويا الصور الموجودة والتشارتات اللي هي شافيها الرسوم البيانية والجرافز اللي موجودة رح نعرضها بالصفحة الثانية بس قبل هذا خلونا نقرأ دان الجمل يقول the number of American University students learning French is falling طبعا والتركيز هنا على is falling اللي رح نحتي عنه هو زمن المضارع المستمر يعني زمن اللي تسوي به الفعل والزمن اللي تحتي به وانت بداخل الفعل مثلا على سبيل المثال صديقك جاي يتصل بيك وانت جاي تقرأ فيقلك اش جاي تسوي تقله جاي اقرأ الآن اوكي فهذا مستمر هذا بالانجليزي رح ناخده هسا ونشرح عليه بس خلوكم نهاية الفيديو ولا تنسون like و share و subscribe حتى يوصل الاكبر عدد ممكن من الطلاب many students travel abroad اللي يقول العديد من الطلاب يسافرون الى الخارج to get a degree حتى يحصلون على شهادة learn a language او يتعلمون لغة or learn about a new country او يتعلمون عن بلد جديد زين ثلاثة it is difficult to say exactly how many languages are spoken in the world today يقول من الصعب جدا ان نتنبأ او نقول كم هو عدد او بالتحديد كم هي عدد اللغات في العالم الان today معناها يعني يعني اذا نترجم حرفيا هي today اليوم ولكن يعني في الوقت الحالي the number of people وريدك تركزلي عن number of people learning Arabic the number of people learning Arabic at university is going up العدد العربية في الجامعة is going up طبعا انا ما راح ادوخكم بالغرافات وشكلها البياني تعرفون ارقام وهذا بس راح نقرأ الاشياء اللي موجودة وناخذ الكلمات المهمة الكلمات هذه تحفظ حفظاً شاملاً بما فيها الاملاء هذا واجبكم طلاب الأعزاء graph graph expert اللي هو خبير linguist اللي هو اللغوي اخذناها بالدرس communicate اللي هو يعني كفعل يعني يتواصل communication ما لتيصير noun الاسم go down ينخفض abroad يعني الخارج degree اللي هي طبعاً هي درجة وأيضاً تجي شهادة يعني حتى تحصل شهادة في مجال معين rise fall يعني rise يرتفع fall يسقط وgo up أيضاً يرتفع أوكي يقول يعني most experts أكثر هذا الأول مقطع الأول most experts أكثر الخبراء think يعتقد that there are around six thousand eight hundred طبعاً هذا ممكن تقرو six thousand بهالشكل eight hundred يقول يوجد there are يوجد six thousand eight hundred but the number of languages in the world is going down ولكن عدد اللغات في العالم جاي ياخذ بالهبوط ليش is going down linguist say يقول ال linguist يعني هما المتخصصي علم اللغة يقولون there will only be three thousand by two أو two thousand one hundred يقول بال 2100 راح شي صير راح يصير العدد اللغات راح ينخفض will be will only be three thousand راح يكونون يعني العدد 3000 فقط ب 2100 this is because يا بليش this is because people prefer to learn the most common languages يقول لي أن الناس تفضل أن تتعلم the most common languages اللغات الأكثر بها أكثر اشتراكا أو اللغات المشتركة أو العامة common languages so they can communicate with others حتى يت 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 يتواصلون مع البقية read newspapers from other countries وقراءة newspapers newspapers هي الجرائد اللي صادرة بالبلدان الأخرى and use the internet ويستخدمون الأنترنت فهذا بالمربع السابق هو it is difficult to say exactly how many languages are spoken in the world today من الصعب أن نعرف عدد اللغات اللي هي موجودة في العالم اليوم B The UK is one of the most popular destinations يقول المملكة المتحدة هي واحدة من أشهر خلنقل most popular مشهورة أو معروفة destinations اللي هي وجهة For example على سبيل المثال The number of Indian students studying in UK is rising يقول عدد الطلاب اللي يدرسون بالولايات المملكة المتحدة جاي يرتفع is rising يابا زيان هس احنا مو قلنا students ليش قلنا is rising ليش is ليش مو are ها احنا نحش عن number خليها بالك number مفرد هاي احتمال تجيك بالامتحان فراغ اكي انتبه لهذه النقطة in 1999 it was 3000 but in 2004 it was 15 000 كانت في 1999 كانت 3000 ولكن بال 2004 أصبحت 15 ألف طالب يدرسون وين في المملكة المتحدة many students travel abroad to get a degree learn a language or learn about a new country العديد من الطلاب يرحون إلى الخارج لكي يتعلمون لغة أو يحصلون على شهادة خلنا أخذ C طبعا هذا المربعات اللي حتشينا عنه فوق in 1980 3285 students receive a university degree in French يقول a degree in Spanish 7243 completed a degree in Spanish إذن المعادلة تغيرت هنا complete كملوا أو يعني حصلوا على شهادة في الإسبانية وهنا زاد عدد الطلاب اللي يدرسون اللغة الإسبانية بمقابل اللغة الفرنسية many people in the United States العديد من الناس في الولايات المتحدة prefer to study Spanish آه يعني بأمريكا الآن التوجه نحو الإسبانية طبعا والصينية because they think it is more useful لأنهم يعتقدون إنها أكثر نفعا إذن the number of American University students learning French is falling إذن الطلاب اللي بأمريكا اللي يدرسون الفرنسية قل أعدادهم والمؤشر نزل نحو الأسفل مقابل الإسبانية اللي صعدت الزين الأخير it went up يعني went up هو الماظمة goes up ok it went up from 5 thousand students من خمسة آلاف طالب to 12 thousand students between 2009 and 2013 ذهبت أو أصبحت الأمور نزلت من خمسة آلاف عفو ارتفعت went up up من خمسة آلاف طالب إلى 12,000 طالب بين العامين 2009 و 2013 most people who study Arabic learn it at university يقول أغلب الناس الذين يدرسون العربية من وين يتعلموها at university في جامعة then go to Arabic speaking country ومن ثم يذهبون إلى بلدان تتحدث العربية ليش لماذا to practice speaking and listening حتى يعيشون اللغة بطبيعتها وpractice speaking and listening ويمارسون الكلام والاستماع إذن the number of people learning Arabic at university is going up يعني شوفوا العدد من 5000 إلى 12 ألف طفرة نوعية العربية is going up هذه الكلمات وهذه التغيير اللي صير بالعالم بخصوص اللغات وتعلمها إذن واحدة من الأشياء اللي في هذا الفصل المتعلقة بالقواعد أن الverb be is part of this structure اللي هو present continuous tense اللي وزمن المضارع المستمر مثل ما شفتوا من نحش عن شي جاي يحدث وش الفعل مال مستمر يعني في وضعية الاستمار نستخدم هذه الصيغة اللي هي متكونة من أفعال ال b m r is والفعل ياخذ i and g في نهايت للدلالة على استمرارية الحدث مثل ما شفنا الآن the السواح عددهم جاي يرتفع طبعا the number مثل ما تشوفون عزائي قلتلكم هنا is المفروض السواح أو سياح المفروض جمع ولكن لتباو على هاي باو على the number يعني الرقم واحد رقمهم جاي يرتفع أوكي sales of computers easing طبعا هنا sales يعني مبيعات الكمبيوترات فيها جاي ترتفع i'm cleaning انه انه انت ممكن تستخدم هذه الصيغة للتعبير عن المستقبل تقول i'm cleaning my house this week طبعا الان انت تتكلم ولكن تشير الى المستقبل بدلالة this week أوكي فهذا الـ Present Continuous بالنسبة لل- Negative ما لت نو تنخليها بعد ال-Verb to be they are working today they are not working today طبعا ما تكتبهيت انا كتبتها بهذه الصيغة حتى انه اشددها اليك she is taking a math class هي تأخذ she is taking a math class she is not taking a math class وهكذا بس بعض الافعال ما نقدر نخلي لها ال-ing the verbs are called stative or non action verbs here are some examples like like منقول i'm liking الي هنا انه ذني non action ما به هنا اكشن أوكي فذني الافعال هذه المجموعة هذه حتى تضيفها لمعلوماتك اخاف تجيك بالامتحان نقول i understand i love منقول طبعا i'm loving على العموم هذه present simple tense الان رح اتوجه الى النشاط وان شاء الله كلكم حيوية ونشاط وتحققونا اعلى الدرجات وركم سبعة بالنشاط اللي هو lesson 2 هذي التمارين يطلب من عدنا انحلها اللي هي من A الى D put the verb in the brackets into the present continuous اوكي هسا احنا عرفنا انو شنو ال present continuous the number of tourists اللي مساء اخذناها is going up is going up اوكي فخلينا is لانقلنا احنا التركيز مالتنا عال number اوكي زين the number of people who lived in london طبعا بالمناسبة انو number هي الفائل هنا اوكي the number of people who live in london شبي شزا يصير به number of people يقول الركم الاعداد اللي يعني اعداد الناس اللي يعيشون في لندن منطينا rise اللي هو مرتفع is rising و تصير بهال شكل هذا خلينا الفعل بالمستمر او الاستمرارية travel coast يعني تكلفة السفر some so more people can visit other countries are falling لان عدنا coast هنا التكلفة are falling لان some people can visit other countries بعض الناس ممكن ان يزيرون البلدان الاخرى ركم اربعة the number of europeans عدد الاوروبيين who don't speak english الذين لا يتكلمون الانجليز يوم منطينا fall هنا شنصير is falling ايضا الملاحظة على number مول europeans عدد الاوروبيين who don't speak english فلذلك استخدمناها في صيغة المفرد sales of computers هسا قبل شوية اخذنا هذا الموضوع وقلنا عدنا rising لان عدنا الكمبيوترز بشكل الجمع the number of people who don't have computers الناس اللي ما عدهم كمبيوترات is going down والكثير من الناس بدأوا يستخدمون الكمبيوترات ولولو الكمبيوترات في زمن الكورونا ما قدرنا نتواصل الكمبيوترات ايها ايها لحبه التمرين رقم بي اللي هو بعده write word from the box on each line look at students book page a to help يعني هنا يطلب من عندك انه تكتب جمل مو صعب مثل الجمل اللي اخذناها بالسابق the number of indian student ممكن تاخذ من المثال من المخططات اللي شرحناها بالكتاب the number of indian students in uk is rising يرتفع the number of language in the world is going down عدد اللغات ينحدر او ينزل الى الاسفل the number of people learning arabic at university is going up ارقام الطلاب او اعداد الطلاب الذين يدرسون العربية في الجامعات is that is going up the number of American university students learning of french is falling اللي جاي يدرسون الفرنسية في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة اعداد هم جاي يتقل مقابل الاسبانية هذا التمرين الاخير اللي هو تقريبا يعني فتشي يعلمك استخدام القاموس بالدرجة الاولى يعني مثلا خلنشوف منطينا كلمة company company هي شركة اوكي فاش كاتب عليها منطيها بالقاموس ينطيها noun يقول هذا اسم فالنoun منطي تعريف يقول an organization of people for doing business يقول هي منظمة من الناس ومجموعة من ال organization منظمة من الناس شنو يشغلهم for doing business يسوون البزنس the company makes and sells computers يقول الشركة تشتري العفوان تصنع وتبيع الحواسيب computers ايضا هي كلمة هي اسم يعني هنا منطينا اللي هي بيها التقسيمات الصوتية حسب حروف company company اللي هي هنا منطينا التهجي شلون تلفظها وهذا الترانسكريبشن نسميه احنا بعلم اللغة هذا يعني فتشي زايد لكم معلومات plural يعني الجمع مالتها companies وتحول وي لا i و synonymi firm و يعني شنسمي احنا المراد في مالتها firm اللي هو شركة اوكي firm ايضا firm ايضا شركة يعني ممكن نقول company او firm على العموم هنا بالاخير الطالب من عدنا يعني اسئلة is a company a verb or a noun يريدنا نجاوبها لا هي it is a noun how many syllables does it have اش كم مقطع صوتي بيها بيها three which word which word means the same as company وما هي الكلمة التي تعني مثل كلمة company اللي هنا قنا firm أو how how do you write وكيف تكتب الجمع صيغة الجمع مالتها طبعا لحد هنا يعني هذه مستمرين بالتمارين هذا يريد من عندك التمرين يريد من عندك ترتبهم ترتيبا يعني قاموسيا خلنا نقول او ترتيبا ابجديا على الحروف الابجدية مثلا انت على سبيل المثال من تجي للكلمة الاولى يعني حتى ترتب اتبعوا على ذني الكلمات مني بادية بالحرف الاي فالشي سهل جدا يعني بعدين ما لقيت الاي تروح للبي مني بادية بحرف البي وهكذا فتمرين سهل جدا اتمنى انه الفيديو كان ممتع ومفيد في نفس الوقت اذا ممتع ومفيد لا تنسونا باللايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى توصل الى اكبر عدد ممكن مستمرين بالشرح ان شاء الله اتركوا الفيديو القادم قريبا في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة